اشتركوا في القناة استطاع اليه سبيلا وروي عن الامام الصادقي عليه السلام انه قال من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به او مرض لا يطيق فيه الحج او سلطان يمنعه فليمت يهوديا او نصرانيا وللحج شروط هي البلوغ العقل الحرية الاستطاعة والاستطاعة تكون استطاعة مالية بدنية سربية اي ان يكون الطريق امنا واستطاعة زمانية اي ان يكون هناك وقت كاف لاداء مناسك الحج والحج ثلاثة انواع هي حج التمتع حج الافراد وحج الكيران وحج التمتع هو حج من يبعد عن مكة اكثر من ستة عشر فرسخة اما الاخران فهو حج من يبعد عن مكة اقل من ستة عشر فرسخة وبما ان ابا حسن سيذهب من لبنان فهذا يعني ان حجه هو حج تمتع وحج التمتع يتكون من عبادتين عمرة التمتع وحج التمتع ولعمرة التمتع خمس واجبات هي الاحرام الطواف صلاة الطواف السعي بين الصفا والمروة والتقصير اول ما يتوجه اليه الحجاج هو الميقات ومنه يحرمون لعمرة التمتع وهو مكان عينه الشارع المقدس للإحرام وهناك عدة مواقيت وهي ذو الحليفة وهو ميقات اهل المدينة وكل من يمر به ذات عرق وهو ميقات اهل العراقي وكل من يمر به الجحفة وهو ميقات اهل الشام وكل من يمر به قرن المنازل وهو ميقات اهل الطائف وكل من يمر به يلملم وهو ميقات اهل اليمني وكل من يمر به عند الوصول الى الميقات الذي هو مكان الاحرام يستحب الغسل ومن ثم لبس ثياب الاحرام وهي للرجل عبارة عن ثوبين الازار الذي يكون ساترا من السرة الى الركبة والرداء الذي يكون ساترا للمنكبين والعضدين وقدرا معتدا به من الظهر اما النساء فيلبسن ثيابهن العادية على ان تكون ساترا بعد الاحرام تجب النية وهي ان يقول احرموا لعمرة التمتع حج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ومن ثم التلبية وهي قول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك اذا لم يتمكن الحاج من الاحرام من احد الموقيت يمكنه ان يحرم من الطائرة او من مطار جدة على رأي بعض الفقهاء بعد التلبية يحرم على المحرم بعض الاشياء وهي على ثلاثة انواع محرمات على الرجل والمرأة وهي صيد البر الجماع وكل عمل مثير للشهوة الاستمناء عقد النكاح استعمال الطيب الاكتحال النظر في المرآة الفسوق قتل هوام الجسد التزين الادهان ازالة الشعر من البدن اخراج الدم من البدن تقليم الاظافر حمل السلاح الجدال محرمات خاصة بالرجال لبس المخيط لبس ما يستر جميع ظهر القدم التظليل محرمات خاصة بالنساء لبس القفازين تغطية الوجه بعد الاحرام يأتي الواجب الثاني من عمرة التمتع وهو الطواف ويشترط فيه الطهارة والوضوء ونية الطواف هي اطوف بهذا البيت سبعة اشواط لعمرة التمتع لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ويبدأ الطواف من الحجر الاسود وينتهي به عند كل شوط واثناء الطواف يجب ان يكون الكتف الايسر بمحاذاة الكعبة بعد الطواف يأتي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع وهي صلاة الطواف خلف مقام ابراهيم والنية هي اصلي ركعتي الطواف لعمرة التمتع لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى بعد ذلك يأتي الواجب الرابع من عمرة التمتع وهو السعي بين الصفة والمروة سبعة اشواط ونيته اسعى بين الصفة والمروة سبعة اشواط لعمرة التمتع حج التمتع حجة الاسلام كربة الى الله تعالى ويبتدئ الشوط الاول من الصفة وينتهي بالمروة والشوط الثاني من المروة الى الصفة وهكذا الى ان يتم السعي في الشوط السابع بالمروة بعد ذلك يأتي الواجب الخامس والاخير من عمرة التمتع وهو التقصير فلا يجوز حلق كامل الشعر والنية هي اقصر للاحلال من احرام عمرة التمتع لحج التمتع كربة الى الله تعالى وبالتقصير تتم عمرة الحج ويتحلل المحرم من احرامه منتظرا حلول اليوم الثامن منذ الحجة لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك يوم الثامن منذ الحجة وهو يوم التروية ويستحب عقد نية الاحرام للحج وحج التمتع فيه واجبات عدة اولها الاحرام من مكة المكرمة وافضل الاماكن المسجد الحرام واحرام الحج كاحرام العمرة فيجب لبس ثوبي الاحرام للرجال والنية والتلبية احرموا لحج التمتع لحجة الاسلام قربة الى الله تعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بعد الاحرام تحرم على الحاج محرمات كما في عمرة التمتع الواجب الثاني من واجبات الحج الوقوف بعرفة وزمانه من ظهر يوم التاسع منذ الحجة حتى غروب الشمس اقف بعرفة لحج التمتع لحج الاسلام قربة الى الله تعالى وبعد عرفة تسير افواج الحجاج الى مزدلفة للوقوف فيها وتسمى كذلك المشعر الحرام وهو الواجب الثالث من واجبات الحج ووقته من طلوع الفجر الى طلوع الشمس من يوم العاشر وهو يوم العيد ويسمى بيوم النحر اقفوا بمزدلفة لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى بعد شروق شمس العاشر من ذي الحجة ينتقل الحجاج من المشعر الحرام الى الوقوف التالي ميناء في ميناء اعمال ثلاثة هي رمي الجمرة الكبرى ذبح الهدي الحلق او التقصير الواجب الرابع رمي الجمرة الكبرى والنية هي ارمي الجمرة الكبرى لحج التمتع قربة الى الله تعالى الواجب الخامس الهدي وهو ذبح ابل او بقرة او شات وفي ذلك تفصيل في الرسالة العملية وبما ان الذبح باليد متعسر في يومنا هذا فللحاج ان يوكل اصحاب الاختصاص بذلك اذبح هذا الهدي لحج التمتع لحج الاسلام نيابة عن فلان قربة الى الله تعالى الواجب السادس هو الحلق او التقصير والحلق افضل احلق للاحلال من احرام حج التمتع لحج الاسلام قربة الى الله تعالى ثم التوجه ثانية الى مكة لاداء طواف الحج الواجب السابع من واجبات حج التمتع اطوف بالبيت سبعة اشواط لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى بعد ذلك الواجب الثامن وهو صلاة الطواف خلف مقام ابراهيم اصلي ركعتي الطواف لحج التمتع لحجة الاسلام قربة الى الله تعالى ثم الواجب التاسع وهو السعي بين الصفى والمروى اسعى بين الصفى والمروى سبعة اشواط لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ولا يوجد تقصير بعد السعي ومن ثم الواجب العاشر وهو طواف النساء وهو واجب على الرجال والنساء فهو نفس طواف الحج والنية هي اطوف بالبيت سبعة اشواط طواف النساء لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى وبعده مباشرة يأتي الواجب الحادي عشر وهو صلاة طواف النساء خلف مقام ابراهيم اصلي ركعتي طواف النساء لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى وبعد الانتهاء تحل جميع المحظورات وتحل النساء على ازواجهن اما محظورات البيت الحرام كالصيد وقلع الشجر فتبقى محرمة ثم يأتي الواجب الثاني عشر وهو العودة الى منا والمبيت هناك ليلة الحادي عشر ابيت بمنا لحج التمتع لحجة الاسلام قربة الى الله تعالى وفي اليوم التالي وهو اليوم الحادي عشر يذهب الحجاج لرمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى وهو الواجب الثالث عشر بعد ذلك يعود الحجاج للمبيت بمنا مرة اخرى ليلة الثاني عشر وهو الواجب الرابع عشر وفي اليوم الثاني عشر يعود الحجاج لرمي الجمرات كما في اليوم السابق وهو الواجب الخامس عشر وعندما يحل ظهر اليوم الثاني عشر يصل الحجاج صلاة الظهر في منا ثم يغادرونها وتكون قد انتهت واجبات الحج وبعد الانتهاء من الحج يستحب زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وآئمة البقيع في المدينة المنورة نسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل من الحجاج وان يوفقنا لأداء فريدة الحج مع انير الحج صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظة وقائدا وناصرة ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة